أنا شخصياً أحد الحاجات اللي ساعدتني في تربية أولادي بنتي الكبيرة كانت بيت تربي إخوتهم معي ليه طيب؟ لأن أنا هي صغيرة فهو حاسة بيهم فكان ده أحسن حاجة ممكن تتعمل وساعات البنت لما صاحبتها القريبة الأنتيم زي ما بقوله تصاحب واحدة تانية كمان شوف بقى أشكالي الغيرة اللي ممكن تعمل المشاكل الكبيرة في حياة ودي اللي أنا أقول ده يا ما عمل تحولات في المدارس الإعدادية والسنوية في النفوس البنات وساعات في البتلائية على فكرة يعني إحنا كل شوية بننزل بالمشكلات زي عارفين المشكلة لما حصلت لما غيروا مقرر معين فبقى عندنا في العيادات النفسية في عندنا مشكلة بتعود سنة ربعة فهي لما تتعرف على واحدة تانية بقى معها في المدرسة ده مش معناه إن هي ما بقتش تحبها زي الأول لا كل مدائرة الأصدقاء بتوسعها كل ما بتزيد البهجة والسعادة وبيبقى عندنا فرص إن إحنا نعمل حيات حلوة مع بعض لكن إم تغييرت أولادنا بتبقى مؤزية ليهم والكل اللي حواليهم سواء الأباء والأمات أو الأصدقاء بتكون مؤزية لما بنعمل شوية حاجات أول حاجة نقارن والمقارنة والعياذ بالله أنا دايماً بقول المقارنة باب الداء المقارنة باب الداء لإحساس الإنسان بعدم الثقة بنفسه وإحساسه بالرفض وإحساسه بأنه مش موجود في الحياة وبيحساسه بأنه تراجع المقارنة المقارنة مؤزية يا سادة لما بنقول لأولادنا ابن عمك أشطر منك أو أختك شوف هي بتعمل إيه وأعمل زيها شوف بنت خلتك هادية إزاي شوف بنت خلتك هادية إزاي شوف فيه هراسية إزاي انت ليه من الألفاظ الابنونة انت ليه شعنونة كده انت ليه مش مركزة انت ليه مززاي بنت خلتك بيتذكر كويس ولا مركزة ولا زكية زيها المقارنة بتشعل القلوب وساعتها وهو ده اللي بخلينا بيقول إن الغيرة مش دافع بنخلي الغيرة نار الغيرة نار لما تكون بالمعنى ده بتشعل نار الغيرة الموصلة للكراهية للأسف يعني ويا سلام بقى في العالم اللي احنا فيه احنا خلاص في نهاية عالم السوشيال ميديا لأن احنا دخلين على عالم الميتافيرس على عالم كمان الروبوت السوشيال ميديا اللي احنا عشنا عصرها وإحنا في نهايته دلوقتي وبدينا عصر تاني أشد خطورة خلى المقارنة من أهم أفاة الإنسان المعاصر كتير جدا 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 من بناتنا لما بدخلوا السوشيال ميديا بيقارنوا شكلهم بالبنات وشكلهم بكل المانيكينات وكل اللي طالعين بالصور ما عاملين معرفش بوز ايه وعملين معرفش ايه فده وتيعمل ايه يكسر شعور الرضا يكسر شعور ورضا بما قسم الله لك تكون أغنى الناس أولادنا مش حسين بالغنى حسين دايما بالفقر والفقر على فكرة مش بس زي ما البخل مش بس بخل المال بخل العواطف كمان الفقر كمان أنا بحب أكلم عن الفقر الفقر الوجدان أكتر ما باتكلم عن فقر المال في فقر الوجدان فيحس إن هي فقيرة مش غنية ورضا بما قسم الله لك تكون أغنى الناس فالناس حسين إن هم وجدانهم فقير وعشان كده وكتير من أولادنا بيقارنوا شكل الحياة اللي هم عايしいنا بالنمزج اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا الشخص اللي قاعد بالطريقة الفلانية بيفتر في الطريقة الفلانية بيسافر في الطريقة الفلانية بيطلع رأسه من العربية بالطريقة الفلانية فده كله بيكسر ايه بيكسر الرضا ويحصل سؤال انا ليه مزيهم فالمقارنة بتخلي اولادنا دايما مستصغرين نعمة ربنا ومش قادرين يعيشوا ولا ان شكرتم لأزيد انكم وهم بيقولوا ايه يزدنا وبعضين نشكره فدايما حاسين ان كل اللي عندهم مش كافي وان الناس حواليهم افضل منهم المقارنة بتخلي الانسان عايش في وهم الحرمان انا محروم ما عنديش وعشان كده فيه دراسة نشرتها الجامعية الملكية للصحة العامة بالمملكة المتحدة بتوضح ان من 60% من صغار مستخدم السوشيال ميديا حصلوهم خلل في معدل الرضا عن النفس يا انا هراب يض 60% والبقائين بقى دول المشمنتبهين يعني يكاد يكون كل راحل السوشيال ميديا حصلوا عدم الرضا عن النفس و63 حسوا ان حياتهم وامكانياتهم مش كافية مقارنة بمستخدمين تانيين من اللي بيتابعوهم انا اقولكم حاجة انا دراستي بتقول دراستي اللي شفتها بتقول ان اللي بيحصل للمتابعة لان شخص قرر نفسه بلي بيتابعه فعايز يبقى ديل لي بيحصل كتير اللي احنا بنشوفه ده وضحت الدراسة كمان ان نسبة الانتحار من المراقين المدمنين للسوشيال ميديا بتزيد بنسبة 70% مقارنة بغيرهم اللي هما بتابعوش السوشيال ميديا فلازم ننتبه ان المقارنة دي شيء بشع